موسيقى نعم هو الكاتب العبري تأثر تأثرا بالغا بالسيروتايب الديني أصلا يعني هم احتاروا في شعب فلسطيني فمنهم قال إنه هذا معتدي وهذا يجب أن يقتل أو يرحل أو يهجر ومن هنا كانت القسوة في التعامل مع المواقع والقرى العربية التي صارت فيها المذابح وتلك المواقع التي هجرت هناك منهم من قال بأن الفلسطينيين أو جزء منهم وخاصة البدو هم يهود اعتنقوا الدين المسيحي ولا مانع من أن يعتنقوا اليهودية ويرجعون ليهوديتهم وهذا يفسر بنغوريون الذي اختار أن يعيش في النقب في ديبونة ويدفن فيها مثلا هذا الواقع الذي أصبح موجودا بين يدي الكاتب العبري لقصته وكتابته للأطفال العبريين يجب على الكاتب الفلسطيني أن يتوجه إلى معالجة هذا وليس إلى التحريض المقابل حقيقة يعني نحن شعب مؤمن بالله سبحانه وتعالى نعترف باليهودية ونعترف بهذا الدين ولا يجب علينا أن نحرض تحريضا مقابلا لهم يعني يجب أن لا يجرون إلى اللا حضارية واللا إنسانية التي يدعون إليها في أجيالهم ولكن علينا أن نتنبه لمثل هذه المسائل ولقد ضربت مثلا في كتابنا هذا حول هذه المسألة يعني العربي الذي يأتي إلى شاطئ البحر ويرى طفلا أو نشأا أو فتى يهوديا يوشك وأن يغرق عليه أن يكون عالما مسبقا بأن هذا الطفل مهيأ للاستعداء والعداء مع هذا العربي قبل أن يتوجه هذا العربي لإنقاذه وقد يفضل هذا الفتى أن يبتلعه البحر فضلا له من أن ينقذه أو يأتي إليه ذلك العربي نظرا لما لدى هذا الطفل من فكرة مسبقة عن عدوان وعدوانية هذا العربي ولكن كيف